اذا انتم مصممين ومحتاجين جهاز OLED رهيب وبقوة كبيرة دعوني أعرفكم على الاسوس فيفو بوك برو 16X OLED السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا فيديو جديد عن الاسوس فيفو بوك برو 16X OLED هو لابتوب مخصص عاماً للمصممين وقبل أن أبدأ المراجعة، لا تنسوا اشتراك وتفعيل زر الجرس وأيضاً للتذكير، في نهاية الفيديو برخص لكم المزايا والأشياء التي تمنى أن تكون أفضل تصميم اللابتوب معدني يجب حواف حادة إلى حد ما مع لمسات تصميمية جمالية مثل بروز على السطح الخارجي والذي يحمل اسم الجهاز وموديلو وبعض الهاشتاغات التحفيزية من اسوس وزن الجهاز 1.95 كيلو جرام وهذا يعتبر جيد على إمكانيات التي يقدمها نفس الجهاز بالعتاد هذا التصميم الخارجي باختصار أنيق ويناسب رجال الأعمال والمصممين إذا فتحنا الجهاز، سنحصل الشاشة الرهيبة وسنلاحظ لوحة مفاتيح اسوس المميزة والذي تأتي بزر الاسكيب بلون برتقالي مميز وزر تشغيل الجهاز الذي يشمل قارئ البصمة معه لوحة المفاتيح من نوع باكلت تشكلت وتوفر لكم كل الأزرار التي تحتاجوها وهي واضحة ومتكاملة واستجابتها عالية أيضاً اللابتوب يدعم الاسوس دايل باد التي تظهر على لوحة اللمس بشكل افتراضي وفكرتها تعطيكم اختصارات تسهل عليكم الاستخدام وهي تشبه بعض عجلات التحكم التي تنبع في السوق، لكنها مدمجة بشكل افتراضي استجابتها جيدة ونرى أنها تكون مفيدة جداً للمصممين والمحررين والمستخدمين الإبداعيين الجميل أيضاً بأن هذه اللوحة مدومة بشكل كامل من قبل شركة أدوبي وهذا الشيء برمجة أيضاً سيساعد في إعطاء تجربة جميلة للمصممين والرسامين ويضاً محبين باقة الأدوبي ويضاً الدايل أب باد ستعطيكم خيارات أكثر في التحكم بالجهاز مثل ضبط السطوع وضبط مستوى الصوت نظام التبريد في اللابتوب يأتي بمروحتين بتقنية iSchool Plus من Asus يساهم النظام هذا في إعطاء تبريد عالي وهادي لتقديم أقصى أداء ممكن أثناء الاستخدام الشاشة حجمة 16 إنش واسمها 4K OLED Nano Edge وتعطي دقة 3840x2400 وسطوع 550 نتز وتشكل 86% من الواجهة وتعطي تدريج ألوان DCI-P3 بنسبة 100% وهذا الشيء يعطي ألوان دقيقة بشكل احترافي وملاحظ أيضاً لو تدققوا كثيراً على الألوان ميزة أخرى جميلة في هذه الشاشة وهي تقليل الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة بنسبة 70% الأمر الذي يريح أعينكم بشكل أكبر خصوصاً خلال قضاء وقت طويل في العمل أو في الترفيه أمام نفس الشاشة بعد التجربة، الشاشة كانت ممتازة وجميلة في العمل أو حتى في المحتوى وبشكل عام، الألوان جميلة ودقتها عالية على فكرة الشاشة تمتلك وقت استجابة عالي ويصل إلى جزءين من الثانية فقط المعالج في الجهاز هو AMD Ryzen 5900HXH أما المعالج الرسومي هو RTX 3050 Ti من انفيديا يدعم انفيديا ستوديو درايفر والذي سيساعد في تحسين الأداء في الرندرة ومعالجة الصور والبرامج التي تتطلب قوة رسومية للمصممين في اختبار تطبيق Geekbench 5، الجهاز أعطى 656 نقطة في النواة الواحدة و4506 نقاط في الأنوية المتعددة في اختبار تطبيق 3D Mark Time Spy أعطى 3321 نقطة وأمامكم مقاناة ما بينه وما بين أشباهه من الأجهزة الأخرى الذاكرة العشوائية 32 جيجا بايت من نوع DDR4 والسعة التخزينية 1 تيرابايت من نوع SSD ويقدم سرعة عالية في الكتابة والقراءة والنظام التشغيلي على فكرة هو Windows 11 النسخة المنزلية والنظام هذا بشكل عام غني عن التعريف معروف بأداءه الممتاز غير انه تحسن وتطور في نسخة 11 لابتوب الفيفو برو 16 اكس يأتي بتطبيق ماي اسوس ويقدم إمكانيات عديدة مثل معرفة حالة الجهاز وأيضاً يوفر خيارات متنوعة في تحديد الأداء المناسب لإستخدامكم وهو غني عن التعريف ولكن ترى اللابتوب يمتلك مايكروفونات خارجية من نوع R-I وتدعم ميزة عزل الضجيج ويمديكم تفعلوها من خلال تطبيق ماي اسوس وتعطي تجربة تعزل صوتية مرضية أيضاً اللابتوب يأتي بكاميرا بدقة 720 وهي قابلة للإخفاء من خلال الزر الذي يجانبها والأمر هذا يساعد في خصوصية المستخدم أكثر تجربة نفسها مع سويتش الحماية موجود في الكاميرا أماميها سويتش الحماية يمكنكم تسكروا فيها الكاميرا فيزيكلي فعلياً تحرك شيء وهذا الأمر سيجعل فيه عاق أمام الكاميرا الحين المايكروفونات والصوت هي نفسها اللي تشوفوها وهنا للأمانة فيه باب وفيه براوح وفيه بلاوي فالحين المفروض مع الصوت الهادي هنا معني موكيب صوت ما يعطي برضاك الشي القوي الصوت هادي وتعرف التجربة حقه المايكات المنوجة في نفس الجهاز كيفية مفروض موجودة أشوفكم على خير وعلى فكرة ممتاز 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 أن يكون هناك فلاش جنب الكاميرا فلاش فعلي يعطي نارا جنب الكاميرا غير الإضاءة للشاشة التي تظهر عليك فأمور طيبة أيضاً النظام الصوتي بالتعامل مع هارمون كاردون ويدعم تقنية دولبي آتموس الصوتية وبعد التجربة عطت صوت عالي وموزع بشكل جيد مع صوت جهير متوسط نوعاً ما ومجملاً أذاءه يعتبر مرضي يدعم البلوتوث وتقنية الواي فاي ٦ والتي تقدم سرعة وكفاءة أفضل في نقل البيانات ولكن الراوتر يجب أن يدعم الواي فاي ٦ ولكن لو لديكم واي فايات كابلتر فأموركم طيبة بيشتغل طبيعي من ناحية البطارية فهي كبيرة تعطي من ١١ إلى ١٢ ساعة والشاحن الذي يأتي مع الجهاز قدرة ١٢٠ واط وأداءه بشكل عام يعتبر مرضي ومن ناحية المنافذ لدينا من اليسار منفذ يو اس بي تايب A ومن اليمين لدينا منفذ الشحن ومنفذ يو اس بي تايب A والـ HDMI والـ USB تايب C ومنفذ كرت الذاكرة وسماعة يعني كل شيء مدمج في نفس الجهاز وما يحتاج وصلات خارجية سعر الفيفو بوك برو ١٦ اكس OLED ٦٦٩٩ ريال تقريباً ونحن رابط في وصف الفيديو المرخص، الإيجابيات، تصميم صلب ونظام التبريد مرضي الشاشة OLED 4K تقدم ألوان جميلة وطبيعية وتعطي عمق سواد عالي أداء الجهاز عالي سواء في المعالجة أو الرسوميات وقرص التحكم مفيد جداً بنوعه وإضافة رائعة خصوصاً للمستخدمين المبدعين ولكن هناك أشياء تمنية تكون أحسن مثل منفذ USB تايب C الذي لا يدعم الثاندر بولت وكمصممين، سيكون لديكم حاجة لنقل ملفات بسرعة عالية فهنا الاعتماد سيكون فقط على القرصص الداخلي الصلب السريع وكذا نهاية الفيديو تعرفنا على هذا الجهاز الجديد من اسوس وشفتوا أفضل ما فيه والأشياء التي تمنيتها تكون أفضل فنهاية كل مراجعة، دعوكم متابعين وسبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أراكم على خير بإذن الله